إنه لمن دواع سروري أن أقف متحدثاً أمام هذا الحشب من المقامات الدينية والعلماء والرموز والقيادات وأصحاب الفكر النير الذين يلتقون في هذا اليوم المبارك تلبيةً لدعوة صاحب الغبطة البطريارك غريغوريوس الثالث لحام الذي نشكره على مبادرته وندعو له بدوام الصحة وطول العمر الكلام في هذا المقام لابد أن يبدأ من المشهد الجامع الذي تمثلونه جميعاً وتجسدون به روحيين وزمنيين التنوع الفريد الذي هو سمة لبنان الأولى ومصدر غناه إن هذه الصورة التي تعرضت للأسف للاهتزاز في محطات استثنائية من تاريخنا القريب والبعيد شكلت دائماً الوجه المشرق للبنان وجعلته تجربة فذة في محيطه وفي العالم هذه الصورة الجامعة تتعرض اليوم لعدوانٍ يبغي تمزيقها ومحوى بهائها وإلغاء كل ما ممثلته وتمثله من معانٍ عميقة صنعت ألق هذا المشرق على مدى مئات السنين نعم إن التعايش المديد بين أتباع الديانات في هذه المنطقة من العالم التي هي مهد وآخر مستجد أما القديم فهو ذلك الذي مورس منذ بدايات القرن العشرين وأدى إلى طمص نموذذٍ من العيش الهانئ والمشترك بين المسلمين والمسيحيين واليهود على أرض فلسطين حيث أقامت الحركة الصهيونية دولة دينية عنصرية مارست ولا تزال أبشع أنواع الاضطهاد بحق المسلمين والمسيحيين والنموذذ المستجد النموذذ المستجد الذي لا يقل سوءً عن النموذذ الصهيوني هو هذا الزحف المشؤوم للموجة الظلامية التكفيرية التي ترفع رأية الإسلام وإسلامنا منها براء لتخرب المجتمعات وتضرب التعايش بين أتباع الديانات المختلفة عبر استهداف الإسلام والمسلمين أولًا ومن ثم تهجير المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية من مدنهم وقراهم في العراق وسوريا إنني من على هذا المنبر أجدد دعوتي إلى المسلمين اللبنانيين والعرب للعمل على تنقية صفوفهم وتثبيت إسلامهم المعتدل والمنفتح وعلى العمل بكل ما أوتوا من أجل تثبيت المسيحيين في أرضهم حرصًا على وجودهم ودورهم في مجتمعاتهم بعيدًا عن الانغلاق على الذات أو الشعور بالخوف والأحباط كما أوجه الدعوة إلى المسيحيين اللبنانيين والعرب إلى الانخراط الكامل في رسم مصائر مجتمعاتهم وأوطانهم في هذه المرحلة التاريخية الصعبة التي تمرُّ بها هذه الأوطان فمثلما كانت لهم دائمًا مساهَّمةٌ أساسيةٌ في صنع تاريخ المنطقة هم مدعوون اليوم إلى تقديم مساهَّمةٍ أساسيةٍ في صنع حاضرها ومستقبلها المسيحيون مُطالبون بالتمسُّك بممارسة عقيدتهم والقيام بواجباتهم الوطنية كاملةً وبعدم الاستنكاف عن لعب أدوارهم الفاعلة بالتساوي الكامل مع أخوانهم المسلمين في الغنم والغرم كما في المسئولية الوطنية إن المسيحيين ليسوا جاليات أجنبية في هذا الشرق إنهم أهلهم وجزءٌ أساسيٌ من الضوء المشاع في جبينه إن المسيحيين ليسوا جاليات أجنبية في هذا الشرق إنهم أهلهم وجزءٌ أساسي من الضوء المشع في جبينه لا يجوز التعامل معهم على أن حضورهم طارئ ولا يجوز لهم التصرف على أن وجودهم مؤقت أيها السادة إن الضرر البالغ الذي يتعرض له المسيحون اللبنانيون في هذه الأيام وجميع اللبنانيين بطبيعة الحال هو استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بسبب العجز الغير مبرر على التفاهم على إنجاز الاستحقاق الدستوري الأهم في البلاد إن وجود رئيس للجمهورية هو شرط أساسي لاكتمال بنية هيكلنا الدستوري وغيابه تشوه غير طبيعي لحياتنا السياسية ولذلك ولذلك فإن من غير الجائز القبول باستمرار هذا الوضع الغير السليم والاستسلام لفكرة أننا قادرون على تصريف أمورنا بشكل طبيعي من دون انتخاب رئيس لقد وجدت القوى السياسية مخرجاً لتفادي الفراغ التشرئي عبر تمديد ولاية مجلس النواب ومن واجبها المسارع اليوم إلى انتخاب رئيس جمهوريتنا اللبناني المسيحي الماروني إن أي تأخير في إنجاز هذه الخطوة هو إساءة إلى لبنان الذي تكبر خسائره كلما تضاءل الحضور المسيحي والقرار المسيحي في حياته الوطنية السادة الكرام لقد مد الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة شروره إلى لبنان شهدنا مسلسل عمليات التفجير المشؤومة وواجهنا العدوان الذي تعرضت له بلدة عرسال وما أسفر عنه من خسائر بشرية ومادية وترافقه مع احتجاز عدد من أبنائنا العسكريين الذين نسعى بكل ما أوتينا لتحريرهم ونؤكد أننا لن نوفر وسيلة لإعادتهم إلى عائلاتهم كما واجهنا مؤخرا كما واجهنا مؤخرا أعمالا إرهابية في طرابلس تم التصدي لها بأثمان باهظة دفعناها من دماء ضباطنا وجنودنا ومن دماء مواطنين لبنانيين أبرياء فضلا عن الخسائر الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة إن هذه المعركة الأخيرة على بشاعتها أظهرت حقيقتين ناصعتين دحضتا أو هاما كانت رائجة في الفترة الأخيرة الحقيقة الأولى هي الالتفاف الكبير في طرابلس والشمال وكل لبنان حول الجيش اللبناني وهو يخود معركة الطرابلسيين أولا وهو يخود معركة الطرابلسيين أولا وعموم اللبنانيين ثانيا ضد شداد الأفاق الذين أساءوا لمدينة العلم والعلماء وعبثوا بأمنها وأمانها ولقمة عيش أبنائها رحم الله شهداء الجيش شهداء لبنان وشفى الله الجرحى أما الحقيقة الثانية فهي ما أثبتته طرابلس مرة جديدة من خلوها مما يسمى بيئة حاضنة للإرهاب وتمسكها بإسلامها المعتدل ووسطيتها وانفتاحها وبالدولة ومؤسساتها السادة الكرام في لبنان وعلى امتداد أرض العرب لن يحل مشكلة المسيحيين إذا كانت لديهم مشكلة إلا المسيحيون والمسلمون معا ولن يحل مشكلة المسلمين إذا كانت لديهم مشكلة إلا المسلمون والمسيحيون معا فلنعقد نيات على الخير ولنشبك الأيدي للعمل من أجل ما فيه مصلحة هذا الوطن وأهلي وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى